اللهم صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابي أجمعين يا صباح الفل أو يا مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا تشوفوني منه لو انت بقى أول مرة تشوفيني أنا عوالة بدوي ودي قناتي على اليوتيوب مطبخ عوالة بدوي ساعدني طبعا من تشرفني ان انت تشتركي في القناة واتفعلي زر الجارة شاني يوصلي الكل جديد ويعني عالتنا تكبر كده بيكي لان احنا لسه تغيره خالص فلو انت بقى اشتركتي هتكبر عالتنا وتبقي واحدة من العيلة بتاعتنا النهاردة بقى هنعمل فيديو كده مختلف تحفيزي لترويق المطبخ وترتيبه زي ما انتوا شايفين كده بسبب يوم واحد انا ما دخلتش في المطبخ كان المطبخ بالمنظر عندي كمان فيه في المطبخ شباك الشباك ده على المنور فكت سيما مفتوح دخل لي تراب قد كده فاول حاجة انا بس حابة ان انا من الفيديو ده ان انا شجعكوا معي انا كنت يعني كسلانة جدا الجو ساقعة والدنيا مطرة ويعني الجو ما يشجعش ابدا ان انت تقومي اصلا من تحت البطانية بس قلت لأ انا لو سيبت الدنيا كده الدنيا تتركم علي وهيبقى صعب علي ان انا منضفها قصلا لما يكون عندك بصل عايز احتياجاته وعايز برضو يفطر عايز يتغدى عايزك تبي قاعدة معاه فلما بيتركمي الحاجة عليكي بيبقى صعب بعد كده ان انت تتعمليها كلها مرة واحدة فزي ما انا بقول لكم كده اول حاجة بدأت ان انا اشيل المشيات بتاعتي اللي هي بتاعة المطبخ نفضتها كويس قوي وسبتها على جنب بقى وكنست المطبخ بتاعي وبعدين بقدت ان انا ايه اول حاجة التلاجة عندي في وش الباب كان عليها بقى حاجات كتير كده زي ما انتم شايفين بدأت ان انا ايه اشيل الحاجة اللي هي ملهاش لازمة وحطت كل حاجة في مكانها ولمعتي كده السطح بتاع التلاجة وهنا برضو الايسبيرد بتاعي كان عليه برضو بصمات كده مكان ايد حمود يرايح جاي بيمسك فيه فبرضو ايده كانت معلمة عليه بدأت ان انا برضو ايه المعه بجيب كده علبة عندي بتاعة ايس كريم بملها مية وبحط فيها شوية من صبون الموعين وابدأ كده بالسبونشة بتاعتي الاول المع بالصابون بحس ان انا ايه ما غرقش الدنيا وبحطة عندي فوطة المطبخ كده اخسلها وطبعا مش غالة بقى المية السخنة بتاعتي علشان ايه جوسعها اخسل الفوطة وغعصرها ويألمعها كده على اللا ايه عن نشف انا بنات مقتنع بحاجة واحدة ان طول ما المطبخ بتاعك نضيف شئيتك نضيفة يعني انتي مثلا لو عايز تروائي الشئة كلها تبدأي من المطبخ لو المطبخ بتاعك بقى نضيف خلاص كده الشئة كلها هتبقى نضيفة وتبقى زي الخل الجل لكن لو اوروقتي الشئة كلها والمطبخ بتاعك مش نضيف يبقى الشئة كلها طليancia هتتوسق وهتبقى مش نضيفة خالص فهي دايما انضفت البيت بتبدأ من حاجتين الحمام والمطبخ دوت أساسي لازم يبقوا انضاف على طول لو شقيتك حتى مش نضيفة والحمام بتاعك نضيف هتحسي برضه ان الشقة نضيفة لكن لو الشقة كلها نضيفة والمطبخ والحمام مش نضيفة هتحسي ان شقتك كلها مش نضيفة فلازم تهتموا بالحاجتين دوت كويس قوي 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 في روتينكم اليومي انا وزي ما انتو شايفين كده يوم واحد بس ما عملتش الروتين اليومي بتاعي في المطبخ كان المطبخ بصتو عاملت ازاي جرسة فقمت تشجعتك كده والفيديو ده أساسي انا منزله معيكو علشان انتو كمان تتشجعوا كده لو انت بقى ايه سقعينة ولا مثلا مكسلة جوي سقع وكده لأ شغالي استخان وشغالي الماء السخنة بتاعتك وعمليت كده حاجة سخنة دفيك وقومي كده بصي هي اول بس ايه تركيه كده ان انت تقومي وتعملي الحاجة بعد كده هتشجعي بصوا زي ما انتو شايفين كده اهو باخصل الفوتة بتاعتي بالماء السخنة وابدأ ان انا ارجع ايه الامة كده الرخامة بتاعتي والحيطة اللي هي فوق الرخيمة وابدأ بقى ارجع كل حاجة في مكانها دين وطبعا الحاجات بقى لايه ما كانتش موجودة اللي كانت موجودة اصلا مش في مكانها حطيتها في مكانها لما تجيب بقت الدور ان انتو روقوا الماضي بتاعكو خالي عندكو دايما كده ايه اولويات في البداية يعني عشان ايه الدنيا ما تتركيبش فوق دماغكو وتحسوا ان انتو ايه اه ملخومين يعني انا في اليوم ده ما كنتش لسه عملت الغداء ضلعت الفريق عشان تفوق زي ما قردتكو كده في اول الفيديو قد حطها طبق كده في فراخ وحطها في مياه علشان تفوق عشان عبايا المخلص ترويق المطبخ بيكون الفراخ بتاعتي فكت واعمل بالغة ده اه بصوا برضو الناحية التانية دي برضو الكراب برضو على سطح اللوية الفرن الكهرباء لو انتو بقى عندكم افكار الفرن الكهرباء ده اقولولي اعمل فيه ايه لان انا مش بستخدمه خالص وهو بايز وانا مش عارف اخطه فين عشان استغلي مكانه لان اواخد مكان كبير جدا من الخمطة المطبخ فلو عندكم كده افكار اكتبودي برضو في التعليقات على فكرة انا بشوف كل تعليقاتكم بهتم بها جدا واي حد بيديني نصيحة انا بفرح وباخد بها اكيد يعني بصوا هنا بقى شيلت الموعين اللي هي ايه كانت مخصولة وعايزة الشيل بدت ان اشيلها احطها في مكانها وهي الفراخ ايه في الطبق اشيلها وجوزي كان جيبلي صابون موعين على فكرة ده مش صابون موعين بريل هي العلبة بتاعت بريل عندي من الاول وانا جيبت صابون موعين من عند الراجل بتاع صابون موعين اللي هي السايبة وحطته في العلبة دي لكن العلبة دي عندي من الاول وانا بقى الصفوفة المعالق اللي كده ورتها لكم قلت لكم اكتب لي رأيكم ايه بس ما حدش رد علي فانا بصراحة قررت ان انا احط كده حكتي فيها كلها السكاكين والمعالق وكل حاجة علشان اللي استندين كانوا غدين من مكان كبير قوي من الرخيمة وزي ما انت شايفين برضو اصلا الفرن واخد نص الرخيمة فما حبيتش ان انا احس يعني ازحم الدنيا قوي فشيلت بقى اللي استندين وحطيت بس ايه اللي هو صفيت المعالق دي كده اتخذت بقى كل حاجة اخذت السكاكين واخذت المعالق والشباك وكل حاجة بصراحة وفرت شوية من المسيحة بصتوا بقى انا كده عندي خلاص الرخيم بقى خلاص نضيف وكل الحاجات اللي عايز تتخسل في الحوض اهي وستو شكلها اهي جميل واخد كل حاجة هنا بقى خلاص كده الرخيم عندي خلاص بقى نضيف كل الجزء اللي ورده بقى نضيف هاخسل بقى الموعين بتاعتي اول حاجة في الموعين انا بخسل اول الاتباق والكوبايات علشان انا عندي مكان في المطبخ يعني فيه صفوية مطبقية صفوية فبخسل اول الاتباق والكوبايات اللي انا حطهم في الصفوية فوق وبعدين اخسل بقى الحلل والحاجات اللي هي ملهاش مكان علشان بقى احطهم في الصفوية يتصفوا بصو هنا بقى كنت بخسل الصفوية اللي هي تتلحوض والحيطة كده اللي هي حواليها علشان هاخسل بقى الاتباق والكوبايات بتاعتي كان فيه حد بقى قبل كده كتب لي في التعليقات ما تبزليش في الميا فعلا ان الفيديو اللي فات كنت باستخدم مياه كتير قوي لما رجعت الفيديو وتفرقت عليه تاني لقيت فعلا ان انا مشغلها مياه كتير قوي بس انا عايز اقول لكم حاجة يعني انا اصلا يعني مشغل المياه علشان لو مثلا فيه حاجة لزقة او حاجة مسكة في الاتباق يعني انا ما بحبش ان اخسل الاتباق وهي عليها حاجة فبضطر ان انا اخسلها بالميا فاهمين لكن اهو زي ما انتم شايفين اهو قفلت الميا علشان ما حدش تقولي ايه انت تستهلكي مياه كتير قوي او بسوء اي حاجة بقى لزقة كده بقى اضطر ان انا شغل الميا علشان اي حاجة لزقة كده على الضوء او الكوبايات تنزل عارفين انتم البوست اللي هو انتشر كده فترة على الفيس اللي هو يقول لك انا اصلا واحدة بخافة على الليفة ان هي يمسك فيها اي حاجة باش ندفه المكان اللي حل او هو ده انا بس ما انتم بقى شايفين كده اهو بخسل بقى الاول الاتباق والمعالق الاتباق والقصدي والكوبايات علشان هم دولت اللي يوم كان عندي في المصف فوق في المطبئية لكن الحلل بقى والحاجات اللي هي ملهاش مكان دي اه هقول لكم دلوقتي انا هعمل فيها ايه فالدنيا عندي كده ايه اه يعني ايه اه يبقى فيه كمية كبيرة كده من الموعين خلاص خلصة عندي فزي ما بقول لكم كده اهم حاجة اه في الترويق وفي التنظيف ان انت بقى مرتبة افكارك طول ما انت بقى مرتبة افكارك وعارفة هتعمل ايه الاول وهتعمل ايه في الاخر الدنيا معاك يا هتبقى مضبوطة يعني زي ما نقول لكم كده اه اول حاجة طلعت الفريخ عشان اه يعني تفك عشان عبال ما خلص ترويق يكون الفريخ افكت اعمل الاكل اه الاول كنست الارض بعدين بدأت ان اشيل كل حاجة في مكانها روقت كل اسطح اه مسحتها وننظفتها خلاص كده نغسل بقى الموعين بتاعتنا خلاص جمعنا كل الحاجات اللي عايز تغسل في الحوض ونغسل كل الموعين بتاعتنا وبعدين بعد ما نغسل الموعين بتاعتنا بقى نغسل مثلا النبتغاز نغسل الشفاط اه وبعدين نمسح الارض وخلاص كده المطبق بتاعتك بقى نطيف مش تاخدي بقى وقت غير لما تكوني مسلا الاول تخسلي الاول للموعين وبقى تخسلي تمسحي الرخام لا يبدأي كده الاول فالاول فالاول كده يعني حاجة في حاجة في حاجة كده وارتبي كده افكارك صح هتلاقي كده كلها خلصت بسرعة يعني انا اصلا عايز اقول لكو الموضوع ده كده ما خدش مني بالزبط ساعة دي بقى هي المصفل اللي انا كنتقول لكم عندي اصلا من الاول من ساعة الجواز يعني المصفل هي البلاستيك دي بس انا ما كنتش بتخديمها عشان فصوة ايمن شايفين كده واغده كل المكان وفي نفس الوقت ما بتاخدش كمية كبيرة اوي جواها بس انا قلت بقى بصراحة ايه اطلعها كده اغير كده من شكل المطبخ وتاخد ايه الحلل يعني واللي تباقي البلاستيك والحاجات دي اصفي عليها واشيل اول باول بصوه هو بخسل واشيل على طول فيها بصو كل ما افتكر ان انا قفل المية اروح افلية فسامحني جدا في موضوع المية ده يعني بصو اه حمودي كان عموضطرني جدا وكان كل شويبين ده علي فحتى بصو هي العلبة اللي كان فيها الصابون وقعت فالتالت مرة احنا ماشينا على المقطعة وما نستناش وزي ما احنا مقطعين دي قلبة بريل قديمة عندي يا جامعة لكن الجواها صابون موعي من عند الرجل بتاع صابون المعيني ستيب عشان ما حدش يفتكر بس ان هي ايه بريل ويقول لي بقى انتش مقطعة والكلام ده قول لي بقى تعملو له ايه كده الايام اللي جاية انا بصراحة الايام اللي جاية مش عارفة يعني انا بصراحة عملت الفيديو ده عشان نطلع شوية كده ايه من قصة الاكل وهنا كل ايه كل يوم وكل يوم نسألها تاكلوا ايه قلونا اي حاجة ونعمل اي حاجة ما تعجبهمش فايه قلو لي بقى تعملوا ايه الايام اللي جاية انا افكر ان انا اروأ المطبخ بقى تروية كده عميقة علشان اه دخلة رمضان كل سنوان طيبين بقى خلاص ايه انا في اخر رجبهم ودخلين دخلة شعبان فا اه ربنا كده يبلغنا رمضان اه امانين وليس فاقدين وي اه يعني يرزقنا كلنا وي اه يحسن ما عندنا ويهدلنا اولادنا ويهدلنا ازواجنا ويعني حياتنا كده تبقى مستقرة وامنة ان شاء الله. اه بصوا بقى هنا جبت الحاجات اللي هي كانت اه فوق البتجاز عايزة تتغسل برضو اغسلتها. فزي ما بقول لكم كده الايام اللي جاية بفكر ان انا اه اروأ بقى المطبخ كده ترويقه عميقه فلو انتو بقى عايزين اه فيديو كده اه ترويق بقى المطبخ كده ترويق عميق كده بقى ايه بصوا يعني من اول السقف لحد الارض يعني انا اروأ المطبخ بقى كده كله ومن جوه ومن برا ترويق كده عميق قولولي لو انتو عايزين فيديو زي ده نعملوه كده مع بعض. ونغسل بقى لاجهزة بتاعتنا بصوا هنفور المطبخ. انا بصراحة كل سنة انا بعمل كده بس طبعا ايه اه دي اول سنة ليا على اليوتيوب فلو انتو بقى عايزين اه فيديو زي ده كده تحفيزي قولولي ونعملو كده مع بعض واصوره لكم. اه وبقى بالنسبة للتفريز عايز اقول لكم ان الحاجة غالية يعني النسبة فرز لما تكون الحاجة رخيصة. لكن انا ليه افرز والحاجة غالية. يعني انا بصراحة بفكر كده كم حاجة بس هي اللي انا ممكن افرزها لرمضان. يعني على حسب بقى الميزانية لان احنا زي ما نقول لكم كده الحاجة اصلا غالية. ويضوبك ايه اصلا يعني يعني دخل الشهر بيكفي الواحد. فبجد الله يكون فعون كل اب وكل ام وكل حد مسؤولة عن بيت ومسؤولة عن اسرة ومسؤولة عن دخل. بجد الله يكون فعونكو. آآ الحياة بقت صعبة وغالية قوي. فربنا يكون فعون كل الناس. ويرزقنا كلنا ويعني يحسن ما عندنا. ويزدنا يا رب العالمين كلنا. بصوا هنا بقى كنت قصلت خاص المواعين كان عندي بقى اللي هي الطفاة بتادي السجير دي بحط فيها كده آآ شوية صبون مواعين واخصلها كده لكن مش باخصلها بالسبونشة اللي باخصل بها اللي تبقى ابدا لان بيبقى فيها يعني طفي وحداك كده فلأ. وده عندي بقى اللي هو الصاجة بتاعت الفرن طلعتها وردو اخصلها لان كانت برضو مش نضيفة كنا عاملين عليها حواشي فا آآ ما كانتش نضيفة خالص. اه دي وردو حاجة من الحاجات اللي هي الصاجة بتاعت الفرن دي لو انتي مغسلتاش اول باول آآ خلاص كده مش تعرفي بعد كده هتنضيفة هيبقى صعب جد انت رنضيفة تحتاجي بقى آآ اللي هو باور والحاجات اللي هي الكيميائية دي وانا بصراحة ما بحيبش استخدم الحاجات دي خالص بتعملي التهف الجيوب الانفية وانا اصلا عندي الجيوب الانفية تعبينة فما بستخدمهاش خالص. بص خلاص بقى كده انا كنا قسلنا كل المواعين هنغسل بقى البوتجاز بصنا متجاز عندي يعني عشان عطول بغسله فما كانش آآ مش نضيف يعني آآ كان بس محتاج كاتا المياه حلوة. فغسلته كده آآ سريعا يعني مشلتش الحوامر ولا شلت العيون. غسلته كده وهو موجود يعني زي ما هو كده. وبالحطة بتاعتي وانضف بصوا يعني بالزبط عشر دقايق ما اخدش مني حيجة. زي ما بقول لكم كده لو انتم حافزتوا على آآ انضفت الحاجة بتاعتكم آآ عمركم هتتعبوا ابدا في تنضيفها. لكن لو سبتوا بقى الحاجة آآ وكسلتوا الكسل ده يعني يعوزوا بالله. آآ حاجة صعبة. فما تخلكمش دايما كسلانين. آآ كسلية ليكي حق طبعا انت مش حياتك كلها ترويق يعني. فعايزك كسلية مثلا يوم يومين لكن اكتر من كده صدقوني الحاجة هتترقم عليكم وهيبقى صعبة قوي عليكي لان انت مش حياتك كلها ترويق زي ما انا بقول لكم كده. انت عندك اطفال عندك اولاد عندك زوج عندك حاجات كتير قوي. آآ مش الحياة كلها ترويق. فا لو رقمت الحاجة عليكي هيبقى صعبة عليكي هتاخب منك جهد وحتاخب منك وقت وحتتعبك. فلا خلوا كده كل حاجة اول باول كده مش تاخب منك وقت ستقوني خالص. هي بس محتاجة كده عزيمة وتشجيع كده في الاول تقومي وتستعيني بالله كده تتغفر الله. وطول ما انت يقفر مضغ بقى بتروقي ولا بتعملي اكل. تستغفر ربنا كتير وتصلوا على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى الي واصحابي اجمعين. وتدعي لاولادك ربنا يهنديهم. وصحيح بالمناسبة آآ انا عرفت ان الشهادة آآ تالت عددتي آآ طلعت. وآآ مبروك لكل نكه وربنا يوفقكو بقى في المرحلة الجديدة سنوية عامة. وربنا يكون فعون آآ بتاع سنوية عام. ربنا معاكو. ويوفقكو يا رب العالمين. وكل بقى اللي عندهم آآ سنوية عامة. آآ ربنا آآ معاكو كده ويحقلكو كل اللي نفسوكو فيه بتتمنوه. والنجحوا بقى في الاعدادية. الف مبروك وعبال السنوية. بصوا بقى خلاص كنت غسلت البتاجاز هلا اقسل بقى الحوت بتاعي كده علشان يبقى نضيف من كل حتة. دي بقى اكتر يعني فقرة محبوبة القلبي ان انا اقسل الحوت. يعني لما بشوف الحوت بقى فاضي كده وبيلمع كده من لما اقسله ما اقول لكمش عالفرحة اللي بتقى في قلبي. بتهيالي كل الامهات كده او كل البنات كده يعني. بصوا غسلت بقى كده ايه? آآ الحوت. كويس قوي. وبعدين بقى ايه? كنت بصراحة بيني وبينكو يعني. كنت هقفل على كده وامسح الارض وارجع افرش المشيات بتاعتي وضمتم. وبعدين آآ لقيت عندي آآ آآ الالموتال. انا عندي المطبق بتاعي الالموتال. فالضرف من برا ما كدش نضيفة خالص. الوقت حمودي عندي يعني ماشي يخط صابعه في كل حتة. والله يا العظيم حاجة بشعة. دي دي غير مسلا مسلا انا بعمل اكل حاجة توقع صلصة معرفش ايه. فكان بقى لي كمان كتير قوي ما لمعتش الضرف بتاعتي لان انا كنت في الاول بجيب عارفين انتو آآ اللي هو كان بينظف معها قوي الضرف دي. فطبعا لما عرفت بقى ان في المقطعة فبطلت لان اجيبه. فآآ من زعيتها ما عملتش خالص ما لمعتش الضرف اللي هي الخارجية دي. وزي ما بقول لكم كده والله العظيم كنت هاجة عن مرحلة دي كده وخلص وضمتم امسح بقى الارض وافرش وخلص. بعدين لما شفت بقى المنظر ده قلت لأ. قدام بقى خلاص عملنا حاجة نعمل كمان دي بالمرة عشان لما نيجي بقى ايه نعمل الترويق اللي هو العميق بتاعنا بتاع شهر الرمضان ما تبقاش الدنيا بايزة خالص يعني. لكن لان كان عليها كان عليه بقع وهوريك وهتشوف وهتشوف وخليكوا معي. لو انتوا بقى مكملين معي لحد هنا عايزة اقول لك ان انا يعني بشكرك جدا ان انت مكملها معي لحد دلوقتي. وآآ لو بقى حبيتوا الفيديو ده او النمط ده من الفيديوهات اكتبوه لي بقى في الكومنتشن نزود منها. بصوا بقى دي كده اللي ادراك. هو هو وحد بيركز في الحاجات اللي جوه. بصوا الدنيا مش منظمة خالصة عندي. المطبخ كله عايزي ترويق من جوه عشان كده بقول لكم هنعمل بقى ايه تنظيفة عميقة كده للمطبخ بس يعني مش دلوقتي. آآ ممكن على اول شعبين كده ان شاء الله عشان عبال ما نوصل لرمضان يكون المطبخ برضو للصنديف يعني ما يبقاش آآ ما يبقاش احنا روّقنا والمطبخ عايز يترويق تاني على دخلة رمضان. نعمل تنظيفة عميقة كده على اول شعبين ان شاء الله لو لدينا عمر. زي ما قول لكم كده يعني الفيديوهات دي مرهقة غدا يعني مش آآ يعني انا جد حسيت بالناس اللي هي بتعمل فيديوهات روتين بقى يومي ولفة في الشقة كلها دي دي يعني اب جد آآ حاجة صعبة. ان انت تمسكي الكاميرا وانت بتهوري وانت اصلا شغالة بيديك التانية لا الموضوع مرهج جدا. بصوا هو كنت باخسل الحتة وعصورها اللي هي الفوطة طاعت المطبخ بتاعتي وبالسبونشة بقى كده ايه بصوا يعني زي ما انتم شايفين كده طبعا ان انا مصرع على الفيديو علشان الفيديو كده طويل قوي عليكم. فعشان كده بقول لكم لو انتم كاملين معي لحد ايه انا بشكركم جدا ان انتم كاملتم معي لحد دلوقتي. زي ما انتم شايفين بقى كده الدراف ما كانتش نضيفة خالص من برا. فكان لازم اعمل الخطوة دي. خصوصا الفاتح ده بيتوسق بسرعة قوي. والغامق والله يعني برضو الغامق مش بينضف بسرعة. عندي بقى نصيحة لكل مسلا ان واحدة هتعمل آآ آآ مطبخ جديد او عروسة او كده آآ وانتي بتعملي المطبخ بتاعك آآ خلي الرخامة بتاعتك برا شوية. يعني اعملي الرخامة تكون آآ خرجة شوية عن المطبخ. يعني انا بصوا عندي الناحية ديت الرخامة بالزبط على المطبخ. فعايز اقول لكم ان الضرفتين دوتا عطول عطول مش ننضاف. اي حاجة تقع من على الرخامة مية تقع من على الرخامة آآ عصير اي حاجة. ان شاء الله لمونة. هتنزل على الضرف ديت آآ تخليها مش نضيفة. لكن الناحية التانية انا عندي عاملة الرخامة آآ طلعة شوية عن المطبخ. فالناحية التانية مش مش متوسخة زي الناحية دي. بصوا بقى احلى حاجة في القلق موتال ان هو ايه في ثانية لثانية كده يعني بالزبونشة بتاعتك وتديه المسحة النضيفة وبالحتة بتاعتك نضيفة خلاص كده الموضوع خلص. بصراحة بتاع اللي هو اللي كان بتاع المطابخ ده كان بينضف معايا حاجات دي قوي. دي بقى الضرفة اللي هي لجنب البوتاجاز طبعا بقى ايه? اصلا الضرفة دي جواها الخزين. اللي هو الرز والشعرية والمكرون والحاجات دي. والزيت والحاجات دي كلها. فعلى طول انا بستخدمها وبقى المطبخ اللي بتجهز اي حاجة تقعمل عليه او حاجة كده تترتش او كده هي الدية اللي بتستلم كل البلاوي. فتلقوها من الجنب برضو بصوا. مش نضيفة خالص. لسه بقى لما نعمل الفيديو اللي هو بتاع 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 اقوله معايا اللي هو التنظيفة رمضان هتشوفه ولاوي بقى لو عايزين بقى الفيديو ده اكتبولي في التعليقات علشان آآ نعمله سوا ونشجع بعض كده. اكتبولي بقى انت فرزته عشان رمضان ولا لسه وانوين تفرزه ولا لأ وما فكرة التفريز دي اساسا ولا لأ انا بصراحة يعني شايفة ان احنا مفرز دي يعني عشان الاسعار رخيصة. لكن احنا دلوقتي ايه اللي الرخيص? احنا اصلا بنمشي شهرنا بالعافية. فتفريز ايه اللي انتو بتكلموا عليه? مش عارف. بصوا هنا هو خلاص كده. كنت بقى كل شوية اخسل الفوطة بتاعتي كويس قوي من المية واعصورها وارجع انا انشف. الموضوع ده بقدموا رجل قوي يا جميعا. لو انت بقى لسه ايه بتفرجي علي وهناي من تحت البطانية لأ قومي كده تشجعي وشغالي المية بتاعتك السخنة. اعملي حركة سخنة دفيكي وقومي وطلع على مطبخك بقى كده ايه? روا ايه وخليه زي الفل كده. بصو بقى خلاص كده الدنيا بقت عندي نظيفة اهو. فضل بس الادراج اللي هي الدرفة الازاز اللي عندي دي هعملها برضو لماحة كده. وخلاص كده يبقى المطبخ عندي بقى فل شمعة منورة. اكتبولي بقى في التعليقات عايزين اه الوديوات اللي جاية تبقى عبارة عن ايه? اه عايزين نفرز ولا عايزين نعمل اه تنظيف عميك للمطبخ ولا عايزين اي نوع من الفيديوهات اكتبولي. وآآ برضو آآ كان مفروض ان انا اكمل الفيديو ده آآ بالغدا اللي احنا عملناه بس بصراحة كان الفيديو يبقى طويل قوي وكنت تنتبهكو في كزا حاجة. فلا ان شاء الله آآ الفيديو بتاع الاكلة اللي انا عملتها انا كنت مطلعة في ريخ آآ تثق. فان شاء الله هنزل لكم بقى فيديو تاني آآ يعني اقول لكم احنا عملنا اكل ايه? وانزل لكم بقى فيديو الاكلة اللي احنا عملناه. بسو خلاص هي الدنيا بقت نضيفة بقى. فاضل ان انا ايه امسح كده الارض بجيب بقى ايه المقشة بتاعتي الحلوة دي واخط في المية آآ شوية آآ آآ ديتول بتاع اللي هو المسح وعليه آآ شوية آآ قرور خيم على فكرة ديتول والقرور آآ انا بجيبهم من عند الراجل بتاع المنظفات. وصابون المواعين برضو بجيبهم من عند الراجل بتاع المنظفات. عشان ما حدش بس يقول لي ايه? انت تستخدمي مالكة ايه? ولا الحاجات دي بقى في المنقطعة. انا الحمد لله من ساعة المعملنا المنقطعة. وانا اصلا مش بستخدم اي حاجة في المنقطعة. بالمقشة بقى بتاعتي كده وبعدت ان انا ايه آآ اضعك الارض بتاعتي كويس قوي كده. ودي احسن حاجة انا بعملها للمطبخ بصراحة. زي ما انتم شايفين كده عشان بقى لو في ايه حاجة كده بشيلها على طول. بصو هنا بقى كنت اعمل المساحة خلاص بقى كده ادعكت الارض كويس قوي. هعمل بقى بالمساحة نشف الارض كويس قوي. وعندي البيبة اللي هي تحت الحوت دي يعني بودي عليها المية وخلاص كده. نشف شفنا بقى الارض رجع بقى صانية مكانها وافرج بقى السجات بتاعي بتاع آآ المطبخ. الياه المشيت الياه المكت دي وارجع بسقط بقى السبالة تاني زي ما كان في مكانه وخلاص كده المطبخ بتاعي بقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش بقى اللايك والكمنت بتاعكم الحلو ومتركتكم للفيديو عشان يوصل لأفضل عدد مشاهدة لان اللايك بتاعكم هو اللي بيوصل الفيديو لمشاهدات كتير وعليتنا ان شاء الله تكبر. يلا شفكم في حفظ الله وسلام الله وسلام عليكم. اشتركوا في القناة